بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قناة المراعي لتسمين العجو والأبقار الحلاب حلقة اليوم هنجاوب على سؤال سأل أحد المشاهدين السؤال بيقول عندي عجول أوزام 200 كيلو عايز أعمل خلطة أعلاف ليهم بس تكون زاتة معدلات تحويل عالية وتناسب تكون خلطة مكونات خلطة بتناسب وزن العجل وعمر العجل بس قبل ما دخل في مكونات الخلطة لازم أشرح لك إيه هي عناصر الخلطة سلاسة عناصر الخلطة الطاقة والألياف والبروتين الطاقة تتمثل فيها في الزرة الصفراء أو البيضاء تتمثل في الزرة العوجة تتمثل في الشعير القمح العيش الناشف البلح الشفان دي كلها عناصر الطاقة طاقة بتقبى نسبتها كام؟ بنسبتها خمسمية في الطن أو خمسمية وخمسين كيلو في الطن طيب الزرة كحد أدنى تقبى كام؟ الزرة كحد أدنى تقبى تلتمية وخمسين كيلو والمتين كيلو الباقية تقبى أي عنصر تاني تقبى كام؟ زرع واجه ماشي شعير ماشي قمح ماشي عيش ناشف ينفع بلح ما يضرش شفان تلتمية وخمسين كيلو دولة سبتين لازم يكونوا زرعه المتين كيلو الباقين يدخل أي عنصر يكون رخيص عندك طيب الالياف تتمثل فيها في الردة الدنيس الحجازي جيش الفول الصوية جيش الفول البلدي جيش الفول السوداني دو كلها عناصر الردة طيب الالياف طيب الالياف بتخش بنسبة كم بتخش بنسبة 200 كيلو الى 250 كيلو طيب ادخل الردة بنسبة كم الردة ما تجلش عن 100 كيلو 100 كيلو ردة ممكن تدخل 100 كيلو فول صوية 100 كيلو ردة ممكن تدخل 100 كيلو فول بلدي 100 كيلو ردة دخل 100 كيلو فول سوداني اللى ناسبك ممكن تدخل 100 كيلو دريس حجازي مفروم 100 كيلو ردة سابت 250 كيلو الباقية او دخلها جميع نوع يمكن يدخل 50 جشرة فول صوية 50 جشرة فول سوداني 50 جشرة فول بلدي و 100 ردة كده انت تكملت 250 بتوع الالياف طيب البروتين كسب السمسم كسب فول الصوية كسب عباد الشمس كسب الفول السوداني الفول البلدي كسر العدس دو كلها مكونات البروتين طيب البروتين نسبته كان من 200 كيلو الى 250 تمام بس كسب الفول الصوية في الاوزان من 150 الى 250 ما ينفعش يقلل عن 150 كيلو يعني ادخل 150 كيلو كسب فول الصوية والمية التانية او 100 كيلو التانية ادخلهم مية ادخلهم ممكن فول كسر عدس عباد شمس بزرد جودون فول صوية زي ما انت عايز تمام بس المهم يكون 150 كيلو كسب فول صوية ليه عشان العجول وهي في الاوزان الصغيرة دي بتحتاج بروتين عالي طاقة اقل كده اعرفنا طاقة والالياف والبروتين وعرفنا النسب بتاع ده تعالوا بقى نتكلم على الخلطة الخلطة هتقبل 16% عشان العجول دي اوزان 200 كيلو هتقبل 250 كيلو زورة 250 كيلو ردة 200 كيلو كسب فول صوية هيجي واحد يسأني يقول لي انا عايز ادخل الزورة غالية عندي وعايز ادخل اي عنصر تاني اقول له دخل 350 كيلو زورة و المتين كيلو الباقي ادخل اي عنصر يناسبك زورة عواجة تنفع قمح ينفع بلح ينفع عشناشف ينفع شعير ينفع ده كله في المتين كيلو و تلتمية وخمسين كيلو دولة زورة طيب واحد يقول لي ردة غالية عندي 250 كيلو وسعرها غالية الخلطة سعرها مرتفع اقول له دخل 100 كيلو ردة ودخل عندك باقي 150 150 الباقي ادخلها اي حاجة عايز ادخلها تبني دريس حجاز ينفع عايز ادخلها جشر فول صوية ينفع عايز ادخلها جشر فول بلدي ينفع عايز ادخل 75 جشر فول صوية و 75 جشر كل فول بلدي ينفع تمام تعال للمتين كيلو بتوع كسب فول الصوية واحد يقول لي انا الكسب فول الصوية غالية وانا عايز ادخلها كسب فول الصوية حط مثلا 100 كسب فول صوية والباقي المية الباقي حطها اي حادة عايز تحطها كسر عدث ماشي كسب سمسم ماشي كسب فول سوداني ماشي كسب عباد الشمس ماشي كسب الزجوط ماشي بس ده كله في الاعمار ما بعد المتين وخمسين احنا عايزين الاعمار اللي هي تحت المتين وخمسين نرفع نسبة البروتين فنخلي 150 كيلو كسب فول صوية والخمسين الباقي دخل اي عنصر يناسبك لغاية ما توصل وزن 250 وصلت وزن المتين وخمسين كيلو قل من فول الصوية ودخل اي عنصر تاني يناسبك بدل ما مية وخمسين كيلو اللي هي كسب فول الصوية خليها مية ودخل المية التانية اي عنصر يناسبك دي حلقة اليوم جاوبنا على سؤال احد المشاهدين لو استفدت باي شي ادعمنا بلايق وتعليق وجزاكم الله كل خير